ما يجب أن تعرفه عن البايبال وكيفية الاستفادة منه يقع مغر البايبال في الولايات المتحدة الأمريكية وهي شركة إلكترونية عالمية تتيح إجراء آماليات تحويل الأموال والمدفوعات عبر الإنترنت تعمل في الأساس كمستحوذ وهي مؤسسة لمعالجة مدفوعات بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان أولا ما هو البايبال بايبال أحد أشهر وأهم البنوك الإلكترونية وهو ببساطة عبارة عن موقع ويب يتيح للمستخدمين تحويل الأموال عبر الإنترنت فيمكنهم تحويل الأموال واستقبالها وتحويلها لحساب المصرفي وإذا أرادوا ذلك ويمكنهم كذلك التسوق بهذه الأموال عبر الإنترنت من خلال المتاجر الإلكترونية التي تسمح باستخدام بايبال كوسيلة للتفاق أسس فيتر تيل وماكس إفشين وإيلون ماسك ولوك نوسيك شركة بايبال في سنة 2002 امتلكت شركة إي باي جميع الأسهم الخاصة ببيبال لقد تطورت بايبال بشكل كبير وأصبحت الأولى في مجال الدفع عبر الإنترنت ولديها أكثر من 260 مليون مستخدم حول العالم وتقبل 26 عملة مختلفة وتوفر خدماتها في 203 سوق متنوى يقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في ولاية كاليفورنيا على الرغم من أن بايبال يقدم جميع خدمات البنك التقليدي إلا أنه ليس بنكا على الرغم من أن الشركة تخضع للعديد من القواعد واللوائح التي تحكم المؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنها لم يتم تصنيفها على أنها بنك يشارك كل بنك فيما يسمى بالاحتياطي المصرفي الجزئي حيث يحتفظون فقط بجزء بسيط من الودائع التي يديعها العملاء يتم إقراض الباقي من ناحية أخرى لدى بايبال جميع ودائعه في حسابات جارية تجارية تحمل فوائد ولا تصرف أي منها لذا بايبال ليس بنكا تقليديا ولكنه بنك إلكتروني وظيفته الأساسية هي تحويل واستقبال أموال أونلاين هذه هي الدول العربية التي تقبل التعامل بالبايبال التي يمكنها إرسال واستقبال الأموال أي العمل بالبايبال في كل الظروف هي مصر سلطنة عمان السعودية كويت قطر الجزائر الأردن البحرين والإمارات العربية المتحدة أما الدول العربية التي يمكنها إرسال الأموال فقط وليس استقباله هي اليمن، الصومال، جيبوتي، جزر القمر وموريطانيا أما باقي الدول العربية فلا يمكنها الإرسال ولا الاستقبال عبر البايبال ما هي مميزات البايبال؟ يوفر بايبال طريقة سهلة وسريعة لإرسال الأموال باستقبالها عبر الأنترنت يمكنك تحويل الأموال في الخارج إلى العائلة والأصدقاء والمتاجر عبر الأنترنت ومواقع المزادات مثل إي باي وأمازون كل ما تحتاجه لإرسال الأموال لعائلتك أو أصدقائك أو التسوق بوسط البايبال هو عنوان البريد الإلكتروني للمستلم من خلال تسجيل بطاقتك الاعتمالية أو حسابك المصرفي في حساب بايبال الخاص بك يمكنك إرسال المدفوعات باستخدام خيار إرسال الأموال وطلبها وبعد ذلك سيتم تحويل الأموال إلى حساب المستلم ويمكنه بعد ذلك تحويلها إلى حساب المصرفي أو استخدامها لإجراء الدفع مباشرة من البايبال كل ما عليك هو اختيار بايبال وسيطلب المتجر منك تسجيل الدخول إلى حسابك على بايبال وتأكيد الدفع وسوف تتمتع بأمان تام فلن تكون معلوماتك المالية مرأية للبائعين أو المتاجر عبر الأنترنت وإليك في نقاط أهم مميزات البايبال أولا استقبال الأموال عبر الأنترنت طال البايبال حيث يمكن لأي شخص إرسال الأموال إليك باستخدام بريدك الإلكتروني فعنوان بريدك الإلكتروني مرتبط بحسابك الشخصي على البايبال سوف تتلقى إشعار عبر البريد الإلكتروني بالأموال المرسلة إليك في كل مرة من مميزات البايبال أيضا أن هناك مجموعة من المميزات للتعاملات المالية من بينها وجود أكثر من 232 مليون حساب مسجل يسمح للعملاء بإرسال الأموال والاحتفال بها واستقبالها بـ 24 عملة حول العالم في 190 سوقا يمكنك من بدء أعمالك التجارية في أي مكان في العالم يوفر الحماية والأمان للتجار وترجع مزاياه خصوصا إلى السهولة والأمان التي يوفرهما لقد نمت الشركة بسبب ذلك وتزايدت إيراداتها السنوية من بين مميزات بايبال أيضا خيارات الإعداد والتخصيص السهلة التي يوفرها فخيارات الأسعار للبائعين قابلة للتخصيص بالكامل وتتوفر خياراته وأزرار إضافية ويمكن للمستخدم أيضا إجراءها ولا تتطلب خيارات التخصيص هذه أكثر من نسخة بسيطة ولسق من الرموز الموجودة في بضع دقائق يمكن للمرء البدء في البيع عبر الأنترنت في جميع أنحاء العالم من مميزات البايبال سياسة التسعير حيث تدعم معظم خدمات الدفع عبر الأنترنت نفسها من خلال المدفوعات الشهرية أو المنتظمة من قبل العملاء أما في بايبال لا تدفع إلا عند البيع بهذه الطريقة أنت محمي من مخاطر الإضطرار إلى دفع رسوم الخدمة على الرغم من عدم وجود مبيعات وهذا فإن بايبال هو صديقك في الأوقات الجيدة وغير الجيدة للبايبال أيضا قاعدة عملاء ضخمة محتملة عند استخدام بايبال كوسيلة دفع أونلاين للبيزنس الخاص بك يصبح كل مستخدم على الأنترنت عميلا محتملا هذا يتم استهداف كل مشتري بغض النظر عما إذا كان يريد استخدام بايبال أو بطاقة الاعتمال إن توفير طريقة دفع بديلة يجعلها مرنة وجذابة للمشترين من مميزات البايبال أيضا القدرة على قبول المدفوعات والبطاقات الدولية كما ذكرنا في بداية المقال يقبل بايبال الدفع بأكثر من 23 عملة غالبا ما تتحمل المدفوعات الدولية رسومة تحويل العملة بالنسبة للمبالغ التي تصل إلى 100 ألف يتقضى بايبال نسبة أسهمية تبلغ 3.9% مع رسوم رمزية تختلف من بلد لبلد وتعد القدرة على قبول الدفع من خلال بطاقة الاعتمال وبطاقة الدفع ميزة رائعة أيضا المدفوعات من حساب تجاري وحساب رئيسي إلى آخر مجاني تماما رسوم المعاملات من بطاقات الاعتمال وبطاقات الخصم اسمية أيضا 3.9% ما هي السلبيات البايبال؟ مع كل هذه الإيجابيات هناك مجموعة من السلبيات في البايبال أولا الرسوم المخفية حيث يقدم بايبال بعض الخدمات بشكل مجاني وبعضها مقابل رسوم رمزية وقد تكون الرسوم المفروضة على بعض المدفوعات غير بايبال باهظة ثانيا القواعد الصارمة والحسابات المقفلة نظرا للتهديدات الأمنية وقضايا الهجمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية قواعد صارمة تقيد المعاملات من خلال بايبال حتى أدنى شك يمكن أن يؤدي لإغلاق حساب بايبال واستعادة الحساب مرة أخرى تستغرق الكثير من الوقت لإجراء التحقيق وإعطاء فكرة واضحة للحساب وبالتالي يتم حجز الأموال أو تعطي لها فترة طويلة من الزمن ثالثا خدمة العملاء سيئة بالإضافة إلى إغلاق الحساب وسياسة صارمة الإضافية هناك خدمة العملاء الصعبة للغاية لا توجد أرقام متاحة بسهولة على الموقع الإلكتروني حتى عندما تجد الأرقام يبدو كأنه غير موجود من يرد عليها هناك أيضا تقارير عن حسابات مصرفية يتم خصمها تلقائيا دون علم صاحب الحساب ولا توجد طريقة لتصحيح ذلك من سلبيات البايبال أيضا سلة العملات ليست شاملة بما فيه الكفاية على الرغم من أن بايبال يوفر التعامل ب23 عملة إلا أنه يستبعد بعض العملات المهمة على سبيل المثال البايبال لا يقبل الدفع من خلال الربيع الهندي رغم أن الهند اقتصاد متنامن وسوق خسبه وبالتالي يجد العملاء في الهند صعوبة في الدفع على البايبال ترجمة نانسي قنقر